مرحبا 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 خذنا بالمحاضرة السابقة وتعرفنا عليها وقلنا تركيبه سيحتوي على الفاتي أسد والكوخول اليوم سيحتوي على الكوخول فاتي أسد وبالاضافة إلى مركب أو في الـ Group of the Compounds هذا الـ Group of the Compounds يختلف من أمثلة الفوسفوليبيت الي يحتوي على الفوسفيت الفوسفيت الفوسفوليبيت يحتوي على 2 types الفوسفوغليسرايد الفوسفوغليسرايد من أمثلتها الفوسفاتيك أسد أولا يحتوي على الجليسيرول الي هو الكوخول هذا هو الجليسيرول يحتوي على 2 fatty acid chains ويحتوي على فوسفيت الفوسفوليبيت طبيعة تكون أمثيباثيك يعني شنو أمثيباثيك يعني يحتوي على Hydrophobic Hydrophobic ويحتوي على Hydrophobic يعني شنو؟ يعني يحتوي على جزء محب للماء وجزء نافر للماء هذا هو تركيب تقريبا هذا هو تركيب الفوسفوليبيت هنا راح يكون عندي الفوسفيت والجليسيرول وهذه هي الفاتي أسد الفاتي أسد هو تكون الhydrophobic والهد راح يكون محب للماء من أهمية الفوسفاتيك أسد أو the benefit of the phosphatidic acid أولا precursor precursor for the phosphatidyl glycerol which is the major lipid of the mitochondrial membrane يعني شنو؟ قبل لأ أدخل التفاصيل شنو هو الprecoursor الprecoursor هو السلف أو المادة الأولية التي تكون مادة أكثر تعقيدة بهاي الحالة عندي الفوسفاتيك أسد هو السلف المادة عن طريقها إذا مرت بسلسلة من التفاعلات راح تنتيني الفوسفاتيك أسد فائدة phosphatidic glycerol شنو هو؟ هو تقريبا المكون الأعظم بالليبد من الميتوكوندرية 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 اللي هو غشاء الميتوكوندرية البنفت الثاني مالة الفوسفاتيك أسد هو intermediate in the synthesis of the triglyceride يعني شنو؟ intermediate معناها هو chemical substance راح يظهر خلال مالة التفاعل كل تفاعل كيميائي ويجر خلال خطوات وكل خطوة راح تظهر من عدها نتائج مو هي الفاينال بروديكت بس السلسي بروديكت فبالتالي الفوسفاتيك أسد في الفيديك أسد الموت الفوسفاتيك أسد راح يظهر الفوسفاتيك أسد فيي اخذنا قبل هذا التراغ غليceraيك أسد هذا التراغ غليceraيك أسد قبل يتكون من الجليسيرول اللي هو الألغوال ويحتوي على الثاني vert vert النوع الثاني من الفوسفو غليceraيك أسد اللي هو أو ما يسمى اختصار لسيثين يحتوي على يحتوي على two fatty acid chains هذا بالمناسبة موجودة هذه saturated fatty acid chain وهذه unsaturated وإن this is form ليش بالsys form يعني بها kinked بعد شنو يحتوي على phosphate group ويحتوي على choline هذا هو choline group من لاحظة glycerol two fatty acid chains phosphate هذا نفس structure ما هي fosfatetic acid يعني بكل بساطة fosfatetic acid من أضيف choline ينطين lecithine سين هذا شنو أستفاد من عنده مبدئيا رح أستفاد من acetyl choline in the nervous transmission بالنقل العصبي ورح أستفاد من التى بالمتولي lecithine أنه effective surface active agents effective surface active agents the major constituent of the surfactivity preventing the adherence due to the surface tension of the inner surface of the lung its absence in the infants causes a respiratory distress syndrome أنا متأكد ما حدث بتهم هذا كلام خلينا أخذ بصورة أوضح هذه هي الألفيولاي أو ما يسمى بالحويصة الهوائية داخل الرئي وتعتبر functional unit of the lung شنو تحتوي داخل الألفيولاي داخل الحويصة الهوائية عندي fluid lining هذا هو fluid lining وطبعا تحتوي على air اللي هو الهواء شنو صار عندي صار عندي ما يسمى ما يسمى بالair fluid interface هذا air fluid interface يعني أكو contact أو أكو شنو أكو اكو اكو اتصال بين من بين air وبين water أو الفلويد هذا الكونتكت شح ينطيني الجزيات الموجودة بسطح الماء attract each other توحدة تجذب الثانية وتطيني small structure اللي هو شكل دائر يكون هذا مثل قطرة الماء تقريبا من توقة هذا شنو سببه سببه surface tension اللي هو ما يسمى بالعربي بالتوتر السطحي هذا خاصية بالماء يتخيل انه التوتر السطحي يصير بالالفيولاي نتيجة ال رسبراتري بروسسس الهواء رح يطلع رح يخرج خارج الالفيولاي فبالتالي رح يقبز الفلود الفلود attract each other رح يجذب وحدة ثانية فبالتالي رح يصير عندي يقلل من الحجم مالة الالفيولاي رح يصير عندي شنو ضعف بالالفيولاي ما رح يقدر كامل الروسسس اللي هو التنفس شوان شوان رح يصير الالفيولاي تحتوي على شنو epithelial سل هذا epithelial سل رح تفرض فوسفوليبد هذا الفوسفوليبد اسمي depalmitoyl glycithene depalmitoyl glycithene رح يعمل على شنو رح يعمل على anti-surface tension يعني شنو يمنع التوتر السطحي طبيعة الفوسفول اللي بتبذل ما قلت قبل شوية alifat 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 يعني تحتوي على hydropholic part رح يكون hydropholic part اللي هو محب للماء رح يكون مواجه المن لل fluid lining وال hydrophobic رح يكون مواجه لل lumen او الفراغ رح يحتوي على الهواء فبالتالي reduce the surface tension reduce the surface tension وبالتالي رح نحافظ على حجم alifuli مثل لذلك رح اقدر افتهم هسه depalmitoyl glycithene شون يشتغل يشتغل على انه surface active agent الماجر constituent المكون اكبر مكون ان من لل surfact اللي هي anti-surface tension اللي تمنع للتوتر السطحي due to the surface tension اللي هو التوتر السطحي الموجود بالinner surface of the lung مثل ما شرح نها بال alveoli اللي هي الحويسرات الهوائية اذا صار عندي absence بهذه المادة بهذا الفوسفور اللي باش يصير عندي respiratory distress syndrome النوع الثاني من الفوسفور الفوسفو glyceride اللي هو الفوسفو الاثانول اللي هو السيفالين structure ما تشعره رح يحتوي على الجليسيرول هذا هو الجليسيرول رح يحتوي على two fatty acid على phosphate group رح يحتوي على الاثانول امين بالتالي هم نفس الشي ألاحظ انه هذا الستروكتر حد هنا عبارة عن الفوسفو تكأس الضفة لبس ضفة لإيثان والأمان الفوسفات الانوسيتول الفوسفات الانوسيتول هم هو نوع من انواع الفوسفو glyceride وين فهات هو السلف المادة الأولية يحتوي على الانوسيتول اللي هو الكاربوكسيلك شغر يحتوي على فوسفايت غروب يحتوي على غليسيرول ويحتوي على الفاتي أسد هذا هو ستروكتر المالتر الفوسفايت الالسيرين الفوسفايت الالسيرين ستروكتر المالتر سيكون غليسيرول فاتي فاتي أسد فوسفايت غروب و السيرين اللي هو شنو أمينو أسد السيرين اللي هو الأمينو أسد وأرجع وقول هو نفس الفوسفايت أسد بسضفة عليه السيرين أو الأمينو أسد البلازمالوجين البلازمالوجين هو عبارة عن فوسفو غليسيريد موجود بالبراين بالمسلز تحتوي على 90% من الفوسفو اللي هو السيرين المالتر أول شي يكون عندي الجليسيرول ترتبط بالإيثير جروب وهذه بالسيون وبعدين ترتبط بي طبعا هي أنساتريت الإيثير جروب تحتوي على الفاتي أسد وترتبط بفوسفايت جروب وترتبط بالإيثانول أمين الليسوفوسفول 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 in metabolism of the phosphoglyceride الميطابل of the phosphoglyceride أو ما يسمى بالتمثيل الغذائي هم chemical reaction هذا chemical reaction يمر خلال steps من خلال هذه سوف سيكتر إطلع عندي product شنو هو هو الليسوفوسفول إذن intermediate in metabolism of the phosphoglyceride intermediate in هذا الليسوفوسفول lipid is the structure ما كتشنو glycerol هذا هو الليسوفوسفول lipid الليسوفوسفول lipid هو intermediate of the metabolism of the phosphoglyceride الميتابل of the phosphoglyceride أو ما يعرف بالتمثيل الغذائي هذا تمثيل الغذائي chemical reaction رح يمر خلال عدة خطوات كل خطوة رح يظهر من عدة products واحدة من هذه الخطوات رح تظهر عندي شنو رح تظهر عندي الفوسفول lipid so the phospholipid intermediate in the metabolism of the phosphoglyceride شنو الشتركتور المرته الليسوفوسفول lipid الشتركتور المرته يحتوي على glycerol يحتوي على one fatty acid chain ورح يحتوي على phosphate group ورح يحتوي على chlorine اللي رح ترتبط بالphosphate group عن طريق شنو عن طريق easter bond النوع الثاني من الفوسفول lipid أنا كل اللي أخذته phosphoglyceride اللي يحتوي على النوع الكحور الموجود ب glycerol رح أغير نوع الكحور رح أخلي ما يسمى بال sphingo c إذن phosphosphingo lipid نوع هو sphingo mildly وين موجود بالbrain وموجود بال النسيج العصبي الشتركتور المرته الشنو الشتركتور المرته أول يحتوي على fatty acid هذا هو fatty acid رح يحتوي على long chain of amino alcohol يعني alcohol مرتبط ب amino group هذا الفاتي acid والsphingocene اللي هو long chain of the immune alcohol unciturated immune alcohol شنو رح ينطيني رح ينطيني مركب أسمي ceramide رح ينطيني مركب أسمي ceramide بعد رح يحتوي على choline و رح يحتوي على phosphate group so أعيد the structure مع sphingomyelin رح يحتوي على fatty acid رح يحتوي على sphingosene اللي هو الألقوحول رح يرتبطون السواء فبالتالي رح ينطيني رح ينطيني ceramide بعد رح يحتوي على phosphate group و رح يحتوي على choline بالتالي خلصنا الفوسفولipids كل أنواحة يجي هسا للglycolipids the glycolipids is also a complex lipid مثل ما قلنا بداية الفيديو قلنا الcomplex lipid رح يحتوي على fatty acid يحتوي على الوكحول و رح يحتوي على group بالبداية أخذنا phosphate group فهذا رح ناخذ شنو glycolipids يعني شنو glycolipids يعني تحتوي على carbohydrates من أنواح cerebrocyte اللي هو يسمى monoglucosyl sorry glucosyl ceramide are distribute موجود وين بالتشو part are distribute and all tissue موجود تقريبا بكل الأنسيشة لكن أكثر شي وجود وين بال nervous system in the brain يتكون من سنو يتكون من ceramide من أسمع ceramide شنو معناها عندي معناها عندي sphingosine وراح يحتوي على fatty acid تمام هذا sphingosine وهذا هو fatty acid chain بعد شنو عندي رح يحتوي على glucoes or galactose اللي عبارة عن hyxos carboid هذا هي sugar unit النوع الثاني اللي هو ganglioside هذا presence in the nervous tissue structure مال تشون structure مال ceramide مثل ما قلنا قبل شوية ceramide هو عبارة عن fatty acid و sphingosine حس هنا موجودة عندي نوع fatty acid الموجودة هو citric acid اللي هو unsaturated اللي هو sugar unit اللي هو هذا نعم موجود على شكل beta declycose رح يحتوي على N-acetyl amine اللي هي اللي رح تكون النوع N-acetyl D-clucose amine يعني N-acetyl D-galactose amine رح يحتوي على الثياليك acid اللي النوع الموجود تقريبا بالجسم الإنسان الـ predominant سياليك acid هو عبارة N-acetyl 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 اللي هو هذا هو هذا هو structure مالة N-acetyl 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 نوع من أنواع simple lipid اللي هو الواكسس الواكسس رح تكون مثل حال أغلب أنواع lipid insoluble in water رح تكون soft when they are warm رح تكون طرية وين تكون warm بينما من تكون cold رح تكون hard when أستخدم ها تستخدم كطبقة واقية protective coating on the skin جلد على الأوراق على الفاكهة of the plants of the nebatas والإكسوس skeleton of the insects اللي هو الهيكل الخارجي للحشرات شنو الصدر مالة الواكسس عبارة عن easter ما نقول easter معناها أحط في بالي أكون شنو عندي easter bond of the higher fatty acid رح يحتوي على fatty acid وهذا هو fatty acid هذا chain of the fatty acid ورح يحتوي على monohydric fatty alcohol monohydric يعني contain only one hydroxyl sorry hydroxyl group one hydroxyl group هذه الالكوحول رح يربط بين اتهم شنو عندي رح يربط بين اتهم easter bond most common دائما يكون fatty acid على شكل palmitic acid وي long fatty al طبعا هنا بال simple lipids محاضرة الدكتور وانا ضريت انه اكتب ها بالمحاضرة ذاكر انه هو not commonly not contain fatty acid واعتقد هذا خطأ فاتمنى تعتمدون فقط على المحاضرة الاولى اللي تقول انه كل simple lipids يحتوي على fatty acid ويحتوي على القحوم من اثلة simple lipids بعض ال hormones and the other and non sponifical and non sponifical معناها lipids that cannot be converted into soap اللي هي غير قابلة للتصابون ما تتحول إلا ما تتتبع صابون وين بال basic condition الترابين الترابين هو عبارة عن simple lipids identified by its odors يمتلك روائح عطرية and contain essential oil ويحتوي على الاول يتكون من شنو يتكون من خنقول building block or units هاي اليون اسميها اسميها ايجابرين او اسميها 2-metha-o-1-3-butadiene شنو هي هذا هي الايجابرين الايجابرين تتكون من شنو اذا رجع اجي ااخذها مشنو نناقض العضوية ونسمي هذي عبارة عن شنو 1-2-3-4 تحتوي على 4 ذرات كاربون يعني butane تحتوي على 2-unsaturated double bond فبالتال butadiene وين موجودة عندي 1-3-1-3-butadiene هذي مواقع double bond وتحتوي على substituent اللي هو methyl موقع 2 هذي 2-metha-o-1-3-butadiene هذي هو elderly block of the terpenes فبالتالي اذا كان التربين يحتوي على 2-isoprene subunits 2-isoprene شاح أسميه monoterapines وهذا وين ألقى هذا oil in the plants بالنباتات إذا كانت تحتوي على 3-isoprene معناها 6-quiterpene أسميها إذا كانت تحتوي على 4-isoprene أسميها diterpenes والditerpenes including the phyto اللي هو component وحنا من قولات الخlorophyll الخlorophyll موجود بالنباتات triterpenes triterpenes include sequelene والsequelene هو precursor أو السلف مالة مالة الكوليسترول التiterpenes including the carotenoids اللي هي الكارتenoids البتا كاروتين اللي هي الprecorsor أو السلف مالة مالة المالة 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 الدبل bond in the linear terpene رح تكون stable double bond من تكون بالlinear مثلا double bond من تكون بالlinear structure رح تكون more stable ودائما وأغلب شي رح يكون شنو عندي trans configuration مثل هذا هذا trans configuration مثلا هذا البتا كاروتين اللي هو من نوع من أنواع الترpenes موجود وين موجود بالترنس configuration but in some vitamins أكوى رح يكسر عندي CIS4 نفس البتا كاروتين اللي يسا شفنا بيترون structure رح يصر بي كيكت ورح يصر شنو عندي رح يصر CIS بيتا كاروتين شنو البنفت مالة الترpenes the benefit of the terpenes أول شي فيتام اللي ناخذ بحياتنا اليومية واللي موجود بالغذاء اليومي اللي هي vitamin A vitamin E and the vitamin K الكون اللي هي الorganic compounds اللي دون protein that binds loosely with the enzymes make the enzyme able to do its catalytic activity اللي هي هاي المواد ترتبط بالإنzyme وتخلي قادر على أن يقوم بالكاتلytic activity مالتا اللي هي الكون enzyme Q is another class of terapines function مالتا as a hydrogen carrier وكنا نعرف أن as a carrier of the ions electron sorry carrier of the electron or chemical compounds فهنا رح يكون شنو carrier of the hydrogen in a biological oxidation steroids steroids هي عبارة عن precursors عبارة عن هنقول المواد الأولية يتكون من عندها اللي هذا هو structure المالتا اللي اسمي pair hydro one two cyclopentane في nanothrallum بهم مختصر يتتكون من أربع حلقات A يرمز لها بال A وال B وال C وال D كل حلقة تحتوي على 17 كل الحلقة تحتوي على 17 the red carbon طبعا وين الموجودة أغلبها موجودة بال eukaryotic organisms هذه structure occur هي أما as a free alcohol يعني بس مجرد هذه الحلقات أو ممكن يرتبط بها شنو يرتبط بها مذل ما هست جان نشوف long chain of long chain of the fatty acid و يرتبط بها C3 الموجودة A يرتبط بها OH يعني تقريبا مالوحدة من أنواعها اللي هي الكوليسترول هس الكوليسترول at the C3 اللي هي موجودة بال cycle A ويرتبط بOH ويرتبط ب long chain of the fatty acid طبعا تختلف بالشكل ممكن وتختلف بالمواقع مالة double bonds بس أغلب الأحيان substitution المواقع التعويض الموجود بها يعني إذا يرتبط وياها في معوض ذا أن أما تكون بالC3 of the A بالC11 of the cycle or the ring C والC17 of the ring D النوع الثاني مالتها اللي هي اللانوستيرول هو النوع الثاني من السيرويت الشكل الفائدة من الكوليسترول الكوليسترول موجود بال plant membrane موجود بال animals موجود بال lipoprotein الموجود بال دن الكوليسترول هو precursor of the vitamin D in the skin and the bile acid which is used as immunosification الموسification هو precursor when the large lipids broken down into several small lipids يعني during the digestion of lipids الشكل يصير عندي gall bladder precursors of the vitamin D in the skin and the bile acid which used as immunosification عملية immunosification معناها شنو معناها انه digestion of the large lipids يعني the breakdown of the large lipids into several small lipids بمساعدة منه بمساعدة الب biol acid الب acid موجود بال gall bladder رح ينفرز ال intestine لل أمعاء ويصير عندي digestion لل large lipids باحث موجود موجود بال hormones such as the androgenes sex male hormones موجود بال estrogen sex female hormones موجود بال progesterone بال الثديات رح يصير تنصطنية لل saturated وال mono unsaturated منو lipids يعني الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة بش رح تكون mono يعني تحتوي على double bond واحدة تحتوي على double bond لكن unsaturated lipids اللي تحتوي أكثر من اثنين يعني اثنين فما فوق double bonds هاي not synthesized in the human body ليش عموما بال الثدي due to the absence of the enzyme ما عندي enzyme catalyzed reaction of the formation in the liver اكثر شي شنو موجود عندي عندي linoleic acid linoleic يحتوي على الج يحتوي على two double bonds اذا اشوف هذا هذا structure مع linoleic هذه double bonds وهذه double bonds موجود هنا النوع الثاني اللي هو linoleic يحتوي على ثلاث أواصر غير مزدوجة غير مشبعة هذه هذه الأواصر المزدوجة double bonds الاركيدونic acid اللي يحتوي على 20 دور تكاربون يحتوي على جيد يحتوي على أربع أواصر مزدوجة مثل structure موجود كتابكم linoleic اللي هو is a precursor اجن السلف المادة الأولية للاركيدونic acid and essential fatty acid used to synthesize الاركيدونic acid used to synthesize the prostaglandins طبعا during the what the prostaglandins تطلع من الاركيدونic acid cycle which took the cycle cycle which cycle which are hormones like compounds تشبه hormones بتركيز وبالأكشن معلتها نجي الآخر موضوع اللي هو lipid peroxidation اللي بد أول شي قبل ندخل بالlipid peroxidation شنو معنى peroxidation الperoxidation يختلف عن oxidation ليش لأن الperoxidation يضمن لذو الالكترون in the lipids and generate تصنيع أو توليد peroxid radical اللي هو هذا H2 O2 قبل ندخل بالتفاصيل سنبدأ أول شي نعرف شنو radical هو عبارة عن مول Q يحتوي على الأقل يحتوي على زوج إلكتروني حر و يكون بميزة أن يكون highly chemical reactive يعني عند قابلية تفاعل عالية الاختلاف oxidation عن peroxidation تعريف جدا بسيط وان ستخل بالتفاصيل peroxidation هو lose of the electron and generator بينما بالoxidation العادي سوف يكون فقط lose of electrons تمام اللipid peroxidation هي عبارة عن chain of the oxidative degradation رح أسوي degradation لل lipid رح يخسر اللipids جلنا lose electrons رح يخسر electrons when lipids موجود بال cell membrane من المست affected types of lipids عرفنا أن polyunsaturated fatty acid لماذا يحتوي على double bond والdouble bond دائما تكون easy to attack وإذا أخذنا تتكرون بالعضوية double bond رح تكون بها pi bond والpi bond هو source of electrons فالدائم تكون زهلة أنه تخسر الالكترون الالكترون sorry اللipid peroxidation is a chain reaction approved by the free radicals رح تضعر خلالها وعندي three steps steps مالة الperoxidation هي أول شيء initiation steps هذه هي أول خطوة اللي رح تتكون بها شن رح تتكون بها الفاتي acid radical هذه هي unsaturated lipids رح ينطيني شنو رح ينطيني اللipid radical قلنا كل radical رح يكون highly reactive رح يتفاعل ويا شنو بال propagation state رح يتفاعل الفاتي acid radical رح يتفاعل ويا molecular oxygen رح ينطيني رح ينطيني بيروكسايل فاتي acid radical هذا البيروكسايل ممكن خلال propagation state رح تطار عندي فاتي acid radical شنو رح ينطيني هذا البيروكسايل البيروكسايل ينطيني بوين the radicals اللي هي الهي المولكيول تكون highly reactive تتفاعل ويا بعض فرح تنطيني شنو رح تنطيني non radical species زين إذن رح تتفاعل ويا بعض رح تنطيني شنو non radical species زين خلنو نعرف lipid peroxidation شنو تأثير على الجسم lipid peroxidation responsible and the negative effect on the tissue that cause the what cancer inflammatory atherosclerosis and aging causes السرطان الالتهابات atherosclerosis اللي هو مشاكل بالشرائين والأيجين اللي هو التقدم بالعمر للسال أو التشو زين أنا شنو رحمنا أو أقل من lipid peroxidation to reduce the lipid peroxidation we use antioxidant مبادات accident تختلف propyl gallate butylated hydroxyl انيزول هاكلها مجموعة من الأمثلة كلها مضادات أكثر شون تعمل تعمل بطريقتين يا أما تكون preventive يا أما تكون بشين breaking شنو preventive preventive antioxidant أحط ببالي هي reduce rate of the reaction يعني شنو تقلل من velocity of the reaction أخي نقول inhibit the reaction أحط ببالي preventive antioxidant ممكن يعني ممكن تعترض البرoxidation بأي ستيب وممكن توقف عند أي ستيب أهم شيء before the damage occur to the tissue يعني قبل لا يصير الضرر للتشو رح توقف البرoxidation the preventive antioxidant ممكن تعمل بطرق مختلفة ممكن تكون catalyze ممكن تكون other peroxidase that reacts with the ROH ممكن قد تكون clators metal ions such as the DTPA والEDTA وكل واحدة منها تمتلك فالطريقة بالحمل بس أهم شيء بتصور عمل preventive antioxidants reduce the rate of the reaction number one number two before stops the peroxidation before the damage occur to the tissue digital chain breaking antioxidants chain breaking antioxidants interfere the chain propagation وين بالpropagation state خن رجع للpropagation state شون يصير بالpropagation state اللي بتراتيكو رح يتفاعل ويا الأكسجين so which interfere the chain in the propagation chain propagation antioxidants أنا عندي بالpropagation state بثنين الأكسجين اللي هو radical super oxide radical واللي عندي اللي بتراتيكو فالantioxydants رح استخدم إذا كانت phenol aromatic amine superoxide dismutase sorry dismutase acts to trap trap the super radical O2 أو ممكن تكون neurase or vitamin E to trap the lipid radical البروكسيدي مثل ما إلا شي antioxidant يعني يوقف أو يقلل من حد عند ممكن أكو catalyze the catalyze by the heme by the lipoxygenase found wayne in the platelets اللي بالصفائح الدموية موجود أيضا wayne بخريات الدم البيبة اللي يلوكو sites and thanks for your attention